الله يتم سيد العميدة التدقيق الشامل في الانتداب بالوظيفة العمومية والمشآت العمومية منذ جنبه 2011 هذه كانت كذلك من المسائل اللي تحدث فيهم رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري الأخير اللي كان في قصر قرتاج هذه زيدة تعتبر من بين النقاط اللي مركز عليها رئيس الجمهورية حتى وأنه كلمة تطهير الإدارة أصبحت من بين يعني أهم المسائل اليوم اللي تشتغل عليها الحكوم والله يعني طوال شيء ثابت وأنه ما يروجه يعني في الساحة الشعبية أنه هناك العديد من الشهادات المفتعلة شهادات يعني مزورة ومفتعلة وهذاك لماذا يعني المسألة حتى مرة نشوف من عرف الساعة كنا نطلع على الفيسبوك نشوف أخبار ولو أنه نخذ بكم الاحتراز يقولوا أنه رقوا أستاذ تاريخ مستوى سنة تاسعة يعني قرر في التاريخ يعني هذه ما هيش مش ممكن وعلى أي حال على أي حال أنا بش نقول لك مثلا في بداية الثمانينات في على مستوى الهيئة الوطنية المحامين يعني بالتدقيق معين اكتشف مجلس الهيئة آنذاك أن هناك أربع محامين لهم شهاد مزورة بحيث هذه المسألة موجودة ومفترضة فضلا على أنه وقع تسيب من أربعة أجانب إلى الآن وكان هناك الحديث يعني عدة أطراف يعني يتحدثون عن وجود هذه شهادة مفتعلة ولذلك يعني لكي تكون للإدارة مصدقية وللدولة مصدقية والوظيفة التنفيذية مصدقية أن يقع التثبت في هذا الأمر إذا كان إنسان شهادة صحيحة مثلا مشكلة أما إذا كان إنسان يعني وتحصل على وظيف بشهادة مزورة فهذا يعتقد أنه يجب بوضع حد لهذا التسيب الانتداب بالوظيفة العمومية والمنشيط العمومي منذ جنفي 2011 يعني أنه الانتدابات بشهادة مزورة صارت بصورة كبيرة برشا منذ جنفي 2011 سيد العميد هو الشيء ثابت أنه ضعف الإدارة بعد 14 جنفي ربما خل المسألة هذه تتفاقم مش معنى أنه في السابق ما كانش موجود أما ما كانش موجود بالدرجة هذه ولذلك يعني أحوج الأمر أنه تثبت بشورة آلية بالنسبة للشهادة منذ 14 جنفي 2011 لكن هذا لا يمنع وإذا كان هناك شكوك حول شهادة ما قبل 14 جنفي يقع التثبت فيها